كتير نسمع أولادنا كده بيشتكوا إنهم بيعانوا من كسل ورغبة في النوم دايماً وبيعانوا من تساقط شعر وملاقي بقع جلدية بتظهر في جسمهم وفشهم بالإضافة طبعاً لساعات إنه إحنا بنلاقيهم دخلوا كده في حالات نفسية وأعراض ممكن تكون مؤشر إنها نقص في الفيتاميات وده مش بس بيبقى في أولادنا يمكن إحنا بنقول أولادنا لكن إحنا بنبقى حسين إحنا كمان بنفس الأعراض كلها ده ما بنسأ نفسنا السؤال ده منه هل فعلاً عندنا نقص في فيتامينات معينة وإزاي أعرف ده إزاي أعرف إنه أنا محتاج مزيد من بعض الفيتامينات المهمة كل يوم أعرف ده إزاي ممكن نقص الفيتامينات ده يؤدي إلى إيه تساقط الشعر إلى ضعف الصحة العامة عدم القدرة على الإنتاج والحركة هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده مع دكتور هبة عبداللطيف استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام اللي منورانا ومشرفانا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك وصباح الخير على كل المصريين إزاي أعرف إنه أنا عندي نقص في فيتامينات معينة طيب بصحرتك يعني ده ياخدنا لتعريف كده حاجة معينة اسمها الجوع الخفي خفي يعني يمكن لما يبقى فيه حد عنده نقص في الوزن وبين علينا حافة كلنا شايفينها الأم شايفينها قادرة تقول تاخدوا لابنها توديله الدكتور تقوله ابني وزنه قليل لكن الجوع الخفي بقى ده اللي بياخدنا لقيه نقص لي عناصر غذائية معينة فيتامينات معادن بتبقى عادة مش بالضرورة تظهر أعراضها مرة واحدة لأنها بتاخد فترات لكن تبعيات ده كتيرة جدا ومثلا لو من ضمن أشهر أشهر أمثلة للجوع الخفي نقص فيتامينات A والحديد الأنيميا وعلى فكرة الحديد بيبدأ ينزل قبل ما يبدأ يعمل أنيميا يعني احنا ما نشوف صورة الدم يمكن الهوموغلوبين لسه على الحروك روق كده لكن النسبة الحديد اللي موجودة في الدم بدأ التقل أو مصادر الحديد بدأ التقل وده بيعمل أعراض ويمكن مثلا لو بنكلم عن فيتامينا ألف دلوقتي في كل فوزارة الصحة في كل يعني بقى الجباريا الكابسولة اللي بتتاخذ للطفل دي ونقص فيتامينا ألف يمكن الناس كلها فاكرة أنه بس لي عشان العنين لكن الحقيقة مثلا فيتامينا ألف له دور أساسي علشان خاطر الوقاية من الأمراض والمناعة ويمكن ده أحد الحاجات الأساسية اللي خلوهم يدخلوا فيتامينا ألف كجرعة بتتاخذ يرجعنا تاني للحديد اللي هو بقى يمكن زي ما حررتك قلتي مش بس الأطفال ده الأطفال والسيدات عنده نسبة عالية جدا جدا من الأنيميا في السيدات وبتظهر بعد فترة بتزيد نسبة على الرجال كمان علشان الحمل وعلشان الدورة الشهرية فالسيدة بتفقد فترة بالفيسيولوجي بتاعها والتايل بيرنج الحامل الأعراض الحقيقة بتاعت يعني يمكن حقول حررتك كمان المبادرة الرئيسية للكشف عن التقزم والأنيميا في الأطفال لقوا أول ما بدأت في سنة 2021 كان نسبة الأنيميا في الأطفال في المدارس حوالي حاجة وعشرين في المية ترات عشر في المية تقريبا ومع التدخل ومع العلاج ومع الإرشادات اللي بدأت التعامل والتوعية كانت في سنة عشرين وعشرين نزلت بقت حوالي حد وعشر وشوية الأنيميا مثلا جزء أساسي أنه التحصيل والمود والقدرات الزهنية والعقلية ده لو نتكلم مثلا عن الحديد حررتك تطرقتي لجزء تاني مثلا سقوط الشعر التركيز الحالة النفسية كلها بصفة عامة مثلا الهرومونات والنواقل العصبية اللي في المخ محتاجة بلاكس كده يعني كأني ايه طوبة حطه طوبة ورطوبة علشان الجسم كله يقدر ينتج هذه النواقل العصبية بطريقة جيدة ومزبوطة صعب يعني ما بيجينا حد طبعا فيه تحاليل ممكن نطلبها لكن الحقيقة فيه حاجات ببنش في التحاليل العادية يعني ممكن نضطر عشان قدر أحلف وأقول إن الحاجة دي موجودة أو نقصة لنأخذ عيينة من الشعر أو عيينة من الجلد مش سهل نعمل كده لكن ممكن بنعمل إزاي بنقدر إن إحنا ناخد نسأل الأم أو نسأل السيدة أو الرجل نوعية أكلك إيه؟ طريقة أكلك إيه؟ بتاكل إزاي؟ هل بتاكل طبق صحي متنوع في كل العناصر الغذائية والخضار والفكهة اللي المفروض تاخدهم؟ ولا بتعتمد مثلا على نوع معين من أنواع الأكل؟ ودايمكن بنشوفه كمان قوي في الأطفال اللي هما البيكي إيترز اللي هما بيبقوا دايما بينطقوا الأكل وده قصة تانية بيحتاجوا تدخل علاجي الحقيقة كل ما يبقى الأكل بتاعي متنوع عشان بيبقى صعب إن الأم تحفظ كل عنصر من العناصر الغذائية دي موجود في إيه؟ مش كل العناصر ممكن بيقدر الأم تقدر تعرفها لكن دايما بقول الأكل بتاعنا المصري الصحي البوتاجينس اللي فيه تنوع اللي فيه تنوع اللي فيه خضار الأخضر والدهون الصحية المخ أوميجا ثلاثة ده 60% من وزن المخ دهون هاخدها منين؟ هاخدها من دهون صحية ولا هاخدها من عكو دهون مهدرجة ومتحولة ومتأكسدة وأوميجا ستة نتجة عن التحمير العالي يعني كل ده الحقيقة يعني بيشكل اللي نسميه الجوع الخفي ونقصان أو عدم التوزن ما بين العناصر الغذائية المزبوطة؟ فكرة الحياة الصحية ده حاجة الجميع بيطمح فيها والجميع بيبقى عايز أنه يأكل أكل صحي وأنه هو بيكون بيقدم أفضل أنواع الأكل وأفضل حاجات لأولاده فيه زي ما تقولي ترند أو زي ما تقولي هوس عند الأمهات بالفايتامينز كل الأمهات يعودوا فأي قاعدة فيها أمهات تلاقي بيكلموا عن أنا بدي أولادي فيتامين كذا وفيتامين كذا ولا أبدي نوع من أنواع الفيتامين الجيلاتيني جامي بارز وغيرها وغيره بيدي فيتامين بالحبوب والأطفال الأصغر بتاخد فيتامينات بالشراب هل أنا أمه مقصرة أني مش بدي أولادي فيتامين لو ما نشايف أن عندهم أو لو دكتورهم مش مديهم أي فيتامين زيادة مدام هم صحة وتمام حالي بنا أنه زي ما جسمي ممكن يكون محتاج للفيتامينات فيه أنواع معينة من الفيتامينات حصوصاً الفيتامينات الضائبة في الدهون A وD وE وK لو أخدتهم بزيادة لها أعراض جنبية الحديد لو أخدتوا بطريقة مش مزبوطة لأعراض جنبية أي أن كان الزنك يعني فترة بتاعت الكورونا الناس كانت بتاخد ميجا دوزز من الزنك 50 ميلي جرام لفترات طويلة ده له مشاكل وأعراض جنبية فدايماً بنقول الفيتامين ديل مثلاً المغضى بتاعتك فيتامين ديل الوقت كتير جداً نقولك فيتامين ديل ومن غير ما يروح لأي دكتور أو يكشف ولك روح لصدلية فيتامين ديل تخد حقنا غريبة جداً صدقني أنا شخصياً لما بيجي أكتب فيتامين ديل ما بقدرش أن أنا أكتب ميجا دوزز كده غير ما يكون قدامي تحليل أو متأكدة مليون في المية من الأعراض ومن ما ياخد التاريخ مش المرضي بقى التاريخ التغذوي والتعرض للشمس للمريض وساعات مش بقدر أن أنا أكتب ميجا دوزز كده غير ما برضو أبقى شايفة معايا تحليل الكالسيوم فالموضوع مش عضلات هو ودائماً عندنا الأطباء يا جماعة الأطباء موجودين في كل حتة وفي الرعاية الصحية والمراكز الصحية الأولية حتى لو مش حقدر أروح لطبيب خاص كل موجود وعندهم الوعي والكافي إزاي أكتب إيه والمين وإمتى والمدة قد إيه هل عمال على بطال ولا مثلاً فترة معينة هعوض نقص معين أعين سواء للرجل أو المرأة لازم تبتدي تاخد فيه الفيتامينز دي يعني ما بعد الخمسين ما بعد الستين آه دي نقطة مهمة طبعاً ده حقيقي يعني مثلاً بعد الستين أو خمسة وستين يعني بالذات السيدات مع فترة انقطاع الطمط لازم ياخدوا كالسيوم ولازم ياخدوا فيتامين دي الرجالة ومعظم الكبار في السن أهلينة ممكن بتبقى أكلتهم مش أحسن حاجة ممكن بيبقى سنانهم مش أحسن حاجة فما يقدروش ياخدوا مثلاً يمضغوا بروتين كويس ما يقدروش انهم ياخدوا ألياف كويس لأنهم بيبقى السنانهم عاوزين ياخدوا حاجات سهلة فما ممكن الألياف وكده ما يقدروش ياخدوها بطريقة كويس يعني ساعات بنقوم إيه نبدأ ان احنا ندي مكملات غذائية أو مالتي فيتامينز بس برضو بجرعات دقيقة يعني لازم استشارة للطبيب الحقيقي علشان خطر ما دخلش يعني في ميجا دوزيس وقدي أعراض بنبي حرش شايفها ليه بيستسهل حكاية لأننا أروح أاخد فيتامينز من الخير بروح للطبيب جيناها حاجة عادية ومن غير ما أكل ومن غير ما أكل يعني ليه ما يبقاش المصدر الرئيسي بتاعي هو أكل المتنوع ولو حاجة معينة نقصة عندي هي دي بس اللي عوضة ولو هاخد مالتي فيتامين اخد مالتي فيتامين جرعاته معقولة مفهوش جرعات من الجرعات العالية ومدة معينة علشان يعني نتيجة مثلا دخل على دور برد فمحتاج شوي فيتامين سي زيادة في المرحلة دي مثلا لكن مش مفهوض ان الواحد كده يعني يفتح مع نفسه دكتور جوجل ويبدي مثلا زي إيه بالزبط آه لا ده أنا عندي شوية صداوة على طول أخذ مسكنات وفي الآخر الكلة يعني تتأذي نفس القصة يعني هي ثقافة الفيتامينز يا دكتور نفسها كمان هي كمان فيتامينز لما بتتخذ مع بعض بتبوز تأثير بعض أو بتؤثر على بعض فيتامينز بتتخذ الصبح فيتامينز بتتخذ بالليل وفيتامينز لازم تتخذ قبل أو بعد الأكل يعني عشان طريقة انتصاصها أعتقد أنه مش مستهل نحن نقوم واخدين حباية تحتوي على كل حاجة في الدنيا الفيتامين كالسيون مثلا مش مفوض أجمعه مع الحديد يعني بيعكسوا بعض في الامتصاص الفيتامين ده لو أخدته بالليل هي يصحصحني ويفوقني وبيتامين بي كومبلكس كلهم لو أخدتهم بالليل برضو نفس القصة بيصحصحوا وبيفوقوا لكن اللي أنا عايزة أقوله أنه يعني الفيتامينات هي في الآخر مش مفوضة أنا أبصّلها أنها كده أكل لا هي ما بقيتش أكل لأن جرعاتها مختلفة عن الجرعات التي تتخذ عن طريق الأكل دي جرعات أعلى وبالتالي أنا هتعامل معاها كأنها الحقيقة كأنها زي الدواء لازم استشارة الطبيب وعلشان كمان يجديني الحاجة الأفيد ما أنا ممكن يكون مشكلتي الأساسية في الحديد محتاجة الحديد بجرعات عالية أجي أخد مالتي فيتامين في نسبة حديد قليلة مش هتعوضني النقصان اللي أنا محتاجه يبقى أنا هنا عملت مشكلتين ما أخدتش كفايتي من الحاجة اللي أنا محتاجاها وقد أخدت زيادة من حاجة أنا أصلا مش محتاجاها طب كاستشاري لتغذية العالجية سؤال الأخير لحضرتك إزاي نعمل يعني فيتامينز متكاملة كده من نظام الغذائي حلو قوي أعمل إيه كويس هو التنوع وشكل الطبق الصحي دايما إحنا بنقول شكل طبق الصحي عشان أسهل الموضوع عن الأهم زمان كانوا بيقولنا الهرم لكن طب الهرم ده أترجمه في طبق إزاي شكل الطبق الصحي أنه نص الطبق بتاعي خضروات سواء خضروات مبوخة أو طازجة ثلاث سمرات فكعة على مدار اليوم ربع الطبق نشويات معقدة كاملة الحبة عشان سيبقى فيها مالتي فيتامين أعلى مش الدقيق الأبيض لأ الشفان الدقيق كامل الحبة الدرة يعني النشويات المعقدة والبقليات وربع الطبق البروتين وثلاث حصص من حصتين لثلاثة من الألبان ما نساش دهون صحية أوميجا ثلاثة زيت زيتون والألياف لازم نخضروات طبعا هاخدها والمية ما ننساهاش خلص لو عملت ده دايما باستمرور اللونش بوكس بتاع ولادي شكله كده غدايا شكله كده عشايا شكله كده في الغالب وأغير الأنوان يعني دايما بنقول نأكل طبق الصلطة ده يكون ملون أكل كل ألوان الطيف كل ما أكتر الألوان بتاعتي كل ما حياتي هتبقى كلها ألوان وصحتي كلها حلوة ومشرقة وهرمونات السعادة الضبط مش بس يعني الأعراض الجانبية للحاجات السيئة أو الأمراض لا كمان مودي وهرمونات السعادة الضبط ويبقى كده عملنا طبق صحي مفيد نورتين وشرفتين دكتورة هيبة عبداللطيف استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأمراض نورتين وشرفتين أهلا وسهلا بحاجة أهلا بحاجة شكرا منك دكتور نورتين